إنجاز ديبلوماسي هكذا زف الرئيس الأمريكي جو بايدن خبر الإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين من بينهم مرسل صحيفة وولستريت جورنل إيفان جورشكوفيتش ومرسلة إدعاة أوروبا الحرة ألسو كورما شيفا إلى جانب عدد من السجناء السياسيين الروس ضمن أكبر صفقة بين واشنطن وموسكو منذ عقود من الزمن الصفقة التي جعلت هذا ممكن كانت إنجازا للديبلوماسية والصداقة لقد ساعدت دول عديدة في إتمامها عبر الانضمام إلى المفاوضات الصعبة والمعقدة بناء على طلبي وأنا شخصيا أشكرهم جميعا مرة أخرى في المجمل روسيا أطلقت صراح 16 سجينا ولأول مرة منذ الحرب الباردة وافق الكريملين على الإفراج عن معتقلين سياسيين ضمن صفقة نادرة شملت أيضا سبعة مواطنين روس وخمسة معتقلين يحملون الجنسية الألمانية مقابل استعادة ثمانية روس معتقلين في خمس دول صفقة كللت مفاوضات معقدة بالتعاون مع ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنروج وبالتنسيق اللوجيستي مع تركيا كان اليوم جيدا جدا وسنواصل البناء عليه واستمداد الإلهام والشجاعة المستمرة لجميع أولئك الذين تم احتجازهم كرهاء أو اعتقل ظلما في جميع أنحاء العالم وهذا يشمل مارك فوغير الذي نعمل بنشاط على إطلاق سراحه من روسيا أيضا وهناك آخرون محتجزون في سوريا وأفغانستان وبلدان أخرى حول العالم نعمل على إطلاق سراحهم بايدن الذي خاطب الأمريكيين وهو مخاط بعائلات المفرج عنهم شدد على دور الحلفاء والشركاء الدوليين في تحقيق صفقة تنضاف إلى إرثه الدبلوماسي في الأشهر الأخيرة له هنا في البيت الأبيض هشام بورار الحرة البيت الأبيض